احتفلت بطرياركية الروم الأرثوذكسية في المدينة المقدسة بعيد القديسة ميلاني في الكنيسة المسمى على اسمها في دير العذراء في القدس وبهذه المناسبة أقيمت خدمة صلاة الغروب تلاها قداس إلهي في صباح يوم العيد ترأسه قدس الإرشمندريت ماتيايوس بمشاركة قدس الإرشمندريت أغناطيوس والشماس سيمون وحضر الخدمة رهبان وراهبات دير العذراء وعدد من الزوار المصلين ويرجع أصل القديسة ميلاني التي عاشت قبل نحو 1600 سنة لعائلة غنية من روما وتزوجت هناك ورزقت بولدين لكنهما فارقا الحياة ثم فقدت بعدهما زوجها ووالديها فباعت ممتلكاتها ووزعت كل ثروتها على الفقراء والمحتاجين وبعدها قررت القدوم للأراضي المقدسة في فلسطين لتمضي بقية حياتها في ذات الدير بالقدس ناسكة زاهدة